درس الهدف أن نستعمل حساب قيم الدوال المثلثية في إيجاد القيم الفعلية هدفنا الثاني أن نوجد قيمة كل من الجيب وجيب التمام بمعلومية نقطة على دائرة الوحدة أما هدفنا الثالث فأن نوجد طول الدورة فخلونا مع بعض ناخذ أول مثال فعندنا السؤال يقول أوجد القيمة الفعلية لكل مما يأتي فأول دالة عندنا ساين الخمسمائة وخمسة وثمانين درجة لو تلاحظون زاوية الخمسمائة وخمسة وثمانين أكبر من الثلاثمائة وستين فلأنه هي أكبر من الثلاثمائة وستين معناته هي ماخذة دورة كاملة وزيادة فإحنا راح نقول أول خطوة خمسمائة وخمسة وثمانين ناقص ثلاثمائة وستين راح يعطينا الزاوية مائتين وخمسة وعشرين نبي نشوف المائتين وخمسة وعشرين في أي ربع موجودة لأن قيمتها بين مائتين وثمانين ومائتين وسبعين فهي في الربع الثالث فلأنه في الربع الثالث راح نطلع زاوية الأسناد فزاوية الأسناد راح نقول مائتين وخمسة وعشرين ناقص مائة وثمانين يعطينا خمسة واربعين فحين بني بنقول ساين الخمسة واربعين بس لو نتذكر أنه نحن لازم نعرف الزاوية في أي ربع ليش نبي نعرف هي في أي ربع لأن الدوال المثلثي يعتمد على مكانها في الأربع إذا كانت قيمتها موجبة أو سالبة فلأن الزاوية موجودة في الربع الثالث فالساين في الربع الثالث سالبة فراح نقول سالب ساين خمسة واربعين فراح يعطينا سالب جذر ثنين على ثنين وهو الجواب النهائي طبعا إحنا قبل أن ينحل كامل نأخذ السؤال نحطه في الكالكليتر ونكتب الجواب على صوب لازم الجواب اللي طلعناه بالكالكليتر في البداية يساوي الجواب النهائي جذي انتهينا من السؤال الأول خلونا مع بعض ننتقل إلى السؤال الثاني فسؤالنا يقول نبي نوجد قيمة كوساين خمسة واربعين مضروب في كوساين مائتين وعشرة فهني بدل ما عندي دالة واحدة صار عندي دالتين مضروبين في بعض فاش راح نسوي؟ راح نحل كل دالة بروحها فأول واحدة راح نقول كوساين الخمسة واربعين نشوف زاوية الخمسة واربعين لأنه هي في الربع الأول فالزاوية ثيتا راح تساوي زاوية الأسناد فثيتا تساوي ثيتا برايم تساوي خمسة واربعين درجة فدايركت نقول كوساين الخمسة واربعين يعطينا جذر ثنين على الثنين خلصنا الدالة الأولية نشوف الدالة الثانية نشوف الزاوية مائتين وعشرة لأنه هي في الربع الثالث فراح نقول مائتين وعشرة ناقص مائة وثمانين راح يعطينا ثلاثين درجة وهي زاوية الأسناد فدايركت راح نقول كوساين الثلاثين بس قبل نقول كوساين الثلاثين الكوساين في الربع الثالث قيمتها سالبة فنفس ما سوينا في الساين في السؤال اللي قبله نسوي هنا فراح نقول مائنس كوساين ثيرتي فراح يعطينا مائنس روت ثري أوفر تو فراح نضرب الجذر ثنين على ثنين في سالب جذر ثلاثة على ثنين فراح يعطينا سالب جذر ستة على أربعة شدي أعزائي الطلبة انتهينا من أول تمرينين خلونا ننتقل مع بعض إلى التمرين الثالث فالتمرين اللي عندنا نبي نوجد قيمة كوساين سالب اثنين باي على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة مضروب في ساين ثلاثة باي طبعا هني لو تلاحظون عندي دالتين مجموعين مع بعض وغير أنهم مجموعين مع بعض عندي الدالة الثانية اللي هي دالة الساين مضروبة في واحد على ثلاثة فأول خطوة بنحل كل واحدة فيها بروحها فعندي أول شي راح نحل واحد على ثلاثة ساين ثلاثة باي طبعا هني لو تلاحظون أن الزوايا اللي عندي موجودة بالراديان فأول خطوة راح نحول من الراديان إلى الدرجات فراح نقول ثلاثة باي مضروبة في مئة وثمانين درجة على باي راد نكنسل الباي مع الباي ونضرب الثلاثة في مئة وثمانين راح يعطينا خمسمائة واربعين درجة طبعا زاوية الخمسمائة واربعين أكبر من ثلاثة وستين فنفس ما نساوينا في السؤال اللي قبل راح نطرح خمسمائة واربعين نطرح منها ثلاثة ومئة وستين فراح يكون عندي خمسمائة واربعين ناقص ثلاثة ومئة وستين يساوي مئة وثمانين درجة المئة وثمانين درجة هي زاوية ربعية لأن احنا خذنا في الدرس السابق أنه عندنا الزوايا الربعية اللي تكون على المحاور فدايركت رح ناخذ ساين المئة وثمانين رح يعطينا صفر فصفر في ثلث بعد صفر فالجزء الثاني عندي قيمته صفر نشوف الجزء الأول فرح ناخذ كوساين سالب اثنين باي على ثلاثة فأول خطوة رح نحول من الراديان إلى الدرجات فرح نقول سالب اثنين باي على ثلاثة مضروب في مئة وثمانين درجة على باي رعد رح نختصر الباي مع الباي ورح يعطينا سالب مئة وعشرين درجة نزين الحين الزاوية اللي عندنا هني بالسالب فاش رح نسوي نبين تخلص من السالب عشان نتخلص من السالب رح ناخذ الزاوية نجمعها معه ثلاثمئة وستين فراح نقول سالب مئة وعشرين زائد ثلاثمئة وستين عندنا إياها مئتين واربعين درجة والمئتين واربعين في الربع الثالث فرح ناخذ الزاوية فيتا اللي أوجدناها ونوجد لها زاوية الأسناد فراح نقول أن ثيتا برايم تساوي مئتين واربعين درجة ناقص مئة وثمانين درجة رح يعطينا ستين درجة طبعاً انت تذكر بعد لازم نعرف الكوساين في أي ربع تكون سالب وفي أي ربع تكون موجب فلأن الزاوية في الربع الثالث وعندي إياها كوساين فأيضاً راح تكون سالبة فراح نقول سالب كوساين ستين درجة يعطينا سالب نص فأوجدنا الجزئية الأولية والجزئية الثانية الحينش بنساوي مجرد بنجمع الجزئيتين مع بعض فعندي الجواب النهائي راح يكون سالب نص زائد صفر فبيكون عندنا قيمتها سالب نص طبعاً مثل هالسؤال وايد مهم فركزوا فيه وردوا عيدوا مرة ثانية عشان يركز في مخكم خلونا مع بعض ننتقل إلى هدفنا الثاني فهدفنا يقول أننا نبي نتعرف أول شيء على دائرة الوحدة شنو معنى دائرة الوحدة؟ احنا عندنا دائرة ليس سميناها دائرة الوحدة؟ دائرة الوحدة اللي ميزها أن قيمة الار فيها تساوي الواحد نصف قطرها واحد فاحنا لو خذنا نقطة على دائرة الوحدة ويأننا بنطلع قيمة الساين وقيمة الكوسين لو تذكرون في الدرس السابق خذنا الدوال المثلثية الست وقلنا أن كل دالة يقابلها قيم بالنسبة حق الـ x وال-y وال-r فخلونا نتذكر مع بعض أن ساين الثيتا تساوي y على r فلأن حين هنا الـ r قيمتها واحد فراح تكون عندي ساين تساوي فقط قيمة الـ y بنفس الطريقة بالنسبة حق الكوسين كوسين الثيتا خذنا من قبل أنها هي x على الـ r فلأن الـ r واحد فراح تكون عندي فقط x فإحنا الحين لما يعطونا نقطة على الدائرة قيمة الـ x راح تساوي الكوسين وقيمة الـ y راح تساوي الساين فعندنا p of x y تساوي p of كوسين ثيتا ساين ثيتا فخلونا نأخذ مع بعض السؤال عشان نفهم اللي صار من شوي فالسؤال يقول إذا كان الضلع النهائي للزاوية ثيتا في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة عند النقطة p 3 over 5 و-4 over 5 فأوجد قيمة كل من كوسين ثيتا وسين ثيتا فأول خطوة راح نأخذ النقطة اللي عندنا ونقول إنه x 3 over 5 وال-y minus 4 over 5 فنأخذ ال-x نساوي بالكوسين ونأخذ ال-y نساوي بالسين فراح نقول إنه كوسين الثيتا يساوي 3 over 5 وسين الثيتا minus 4 over 5 بكل سهولة نأخذ النقطة نساويها بالأعداد وانتهى الموضوع خلصنا من هدفنا الثاني خلونا مع بعض ننتقل إلى هدفنا الثالث لو تذكرون هدفنا الثالث كنا نبي نوجد طول الدورة فخلونا مع بعض نتعرف إشلون راح نوجد طول الدورة فعندي طول الدورة شنو معنى الدورة؟ لو تذكرون في مقرر الفيزية الموجات اللي خذتوها إنه قلتو الموجات هي عبارة عن تروح فوق وتنزل تحت عبارة عن موجة وخذتو الطول الموجي وطول الموجي رمزتوها باللمدى في الفيزية أهني نفس الشي الطول الموجي يقابل طول الدورة عندنا فلو تذكرون إن الطول الموجي كنتوا تقولون أوه هو المسافة بين قمتين أو قاعين بنفس الطريقة طول الدورة هو المسافة بين قمتين أو قاعين فمثلا اللي عندنا هني أن المسافة بين القمتين ذلين عبارة عن 360 شون طلعنا ها 360؟ قلنا 360 ناقصا صفر هل لازم بس من البداية يصير من مكان ثاني؟ طبعا يصير نقدر نقول إنه 540 ناقص 180 بعد راح يعطينا يصير جزئية ثالثة نقدر نقول 720 ناقص 360 بعد راح يعطينا 360 فبشذي أعزائي انتهينا من مفهوم طول الدورة خلونا مع بعض ناخذ تمارين توضح لنا كيفية إيجاد طول الدورة فعندنا السؤال يقول أوجد طول الدورة لكل دالة ممثلة بيانيا في كل شكل أدنى فعندنا أول دالة نبي نطلع طول الدورة فقلنا من شوي إن طول الدورة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين فمثلا لو خذنا بين الاثنين والأربعة فراح نقول أربعة ناقص اثنين هل بس من هنا عادي مثلا ناخذها بين قمتين فنقول بين الاثنين والأربعة عندي ثلاثة وبين الصفر والاثنين عندي واحد فالمسافة بين القمتين ثلاثة ناقصا واحد بعد اثنين نزل لو خذناها من هنا لو خذناها من فوق عادي دائما راح يعطينا اثنين فسؤال الثاني عندنا الرسمة الموضحة اللي هي تمشي من زيرو بعدين باي تو باي ثري باي وهكذا طبعا هنا لو ينا بنحسب المسافة بين القمتين أو بين القمتين راح ناخذ الأعداد اللي في الوسط فلأن هنا بين الباي والتو باي عندي واحد ونص باي فشلون راح اكتبها راح اقول انه هي عبارة عن ثلاثة باي على اثنين والاثنين ونص راح نكتبها فيف باي على اثنين فراح نقول ان طول الدورة هو فيف باي اوبر تو مينس باي اوبر تو راح يعطينا تو باي ليش قلنا باي اوبر تو؟ لأنه هنا قبل الباي بين الصفر والباي عندي نص باي فراح ناخذ من هنا لهني هاي اول واحدة لو خذناها من فوق فراح يكون هني عندي ثري باي اوبر تو وهني عندي اياها فف باي اوبر تو فراح يكون عندي سيفن باي اوبر تو ما وين يبنى السيفن باي؟ لأنه هي ثلاثة ونص فسيفن باي اوبر تو مينس ثري باي اوبر تو راح يعطينا تو باي فلو خذنا المسافتين بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين راح يعطينا نفس القيمة ابشذي اعزائي الطلبة انتهينا من درسنا لليوم وانتهينا من جميع دروسنا للمقرر شكرا لحسن استماعكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى لقاء ومع السلامة